مرحبا اهلا فيكم بالفصل الثاني في هذا الفصل رح نتعرف على عيون الروبوتات الذاتية الكيادة المستشعرات او المجسات رح نحكي عن المستشعرات بسيطة مستشعرات مركبة وحتى مستشعرات مصفوفية ممكن نفكر على المستشعر البسيط بانه ببساطة جهاز بكيس اشي واحد بينما المستشعر المركب هو جهاز بكيس اكثر من اشي بنفس الوقت بسياقنا مستشعر الضوء هو مستشعر بسيط اللي بكيس بس الضوء بينما الكاميرا تعطينا صورة مع مئات الاف البيكسلات هي مستشعر مركب اذا بتفكروا انكم ولا مرة عملتوا مع مستشعرات بحب اقولكم انكم غلطانين ببساطة كل واحد منهم بحمل معا عدد مش قليل من المستشعرات المتقدمة جدا بقصد الهادف الذكي بهذا الاشي موجود مستشعرات حركة مستشعرات ضوء كاميرا اللي هي مستشعر حكينا انها مستشعر مركب ومستشعر لقياس البعد عن طريق الليزر اللي بسموه ليدر في هذا الفصل رح نتعرف على اغلب هاي المستشعرات واسطة تطبيق اسمه اندور سنسور ورح نفهم كيف نقرأ بيانات مستشعر التصارع والجيروسكوب او المدوار ومستشعر قياس المغناطسي او المغنيتوميتر بصورة متمكنة فيهم المستشعرات المختلفة يمكننا ان لقدام نفهم وكمان نبرمج كيف ممكن نعمل ملاحة او تموضع في داخل بنايات او بما يعرف بالانجليزي اندور نافيجيشن منا جا